تعامل بتطبيقات التواصل الاجتماعي يعني لا شك أنه منحاز مئة بالمئة الموضوع ما يحدث على تطبيقات التواصل الاجتماعي ليس حجب من أجل آداب لإظهار دماء والعنف نهائيا في الإعلام التقليدي كنا رقيبنا أو رقيبنا لأدبي أو رقيب الشرف هو رئيس تحرير بتابع المادة إذا كانت تاخدش الحياء العام تاخدش طفولة تاخدش شؤون مرأة تاخدش عشياء كثير كان هو الرقيب هو البقيس لكن تطبيقات التواصل الاجتماعي وإحنا لا يغيب عندهنا في طابق كان لرئيس وزراء الاحتلال نيتنياهو لما وقف أمام العالم كان إحنا تطبيقات فيسبوك يوتيوب انستجرام حتى جوجل هي شركات إسرائيلية وهم يتعاملوا مع المحتوى بنظرة إسرائيلية بغياب كامل عن الحيادية في نشر الخبر إحنا الآن نتحايل على العنوان نتحايل بالفيديو نتحايل لنشر الحقيقة هذه حقيقة الآن اليوم العالم تطور وتغير اليوم الكاميرا في جيب كل مواطن في جيب كل إنسان والحقيقة بدأت يوصل في الفترات السابقة كان الأمريكان أو دول أوروبا كان هناك سيطرة على الإعلام لا يعلموا ما يحدث في الشرق الأوسط تصلهم صورة مغيرة تماما اليوم ما تم تسريبه وما تسريبه من تطبيقات التواصل الاجتماعي وصل إلى أوروبا وصل إلى أمريكا وشاهدنا مظاهرات في كل الدول التي كانت تحضر أي تعامل أو أي تضامن مع الفلسطينيين وخرجوا بإعلام فلسطين وطلعوا في تضامن بالرسالة إنسانية كان إنسانية عندها شعوب اللي بدأت تغضع على شعوبها الإعلام إشي مهم في بداية الحرب دعا لإحتلال أن المقامة الفلسطينية قطعت رؤوس الأطفال بدون أي دليل صورة ما معه تثبت أنه قطعوا رؤوس أطفال لما خرج الأسرة من الأسر أو ما أفرج عنه المقامة الفلسطينية من الأسرة تلعوا وحكوا عن المعاملة الإنسانية واحترامهم كيف جبوا لهم الدواء البديل لأنه دواءهم غير متوفر كيف تعاملوا؟ عملت إنعكاسات عند الأوروبا والعالم حتى كان هناك صخت في الكيان المحتل إنه ليش ما قابلتوها هاي المرأة؟ ليش ما فهمتوها شو تحكي؟ هاي صدمة إسرائيل وخسرتنا ورجعتنا لورا مئة عام هما بدهم سيطرة على الإعلام سابقا كنا بالفضائيات وما زلنا بالفضائيات بالإعلام المكتوب بالإعلام المقرؤ يعني نوصل لحقيقة توصل لشعوبنا أما الوسائل الإعلام الغربية كانت تتوصل بطريقتها وإحنا لاحظنا بالسي أن أن كيف أخطأوا في بث صوت المخرج وهو يحكي لمراسلة السي أن أن تظاهر أن الصواريخ تسقط حولك تظاهر بالرعب تظاهر تلفت حولك بخوف يعني هذا كان واضح تماما إنه فيه انحياز أما التطبيقات هي تطبق الانحياز الكامل للرواية الإسرائيلية ظهر عديد من الفضائيات بأسامي كردية وأسامي بعد 7 أكتوبر بدأت أنا شخصيا ألاحظ عشر فضائيات شيء منها كردي شيء منها تركي شيء منها كذا كانت تظهر يعني بشكل عام ما يحدث بإنحياز لإظهار الاحتلال الإسرائيلي بينه ضحية فتطبيقات تواصل اجتماعي منحازي 100% لصالح الرواية الإسرائيلية وهي تحضر النشر لأن كل مواطن عربي كل صحفي أنا كصحفي صرت أخشع صفحتي لأنه أول انذار ثاني انذار قيدناك لمدة شهر صفحتي كان عليها فل متابعين راح تصبح بالكامل لأنه أنا ما أنشره لا يروق للرقيب في داخل فيسبوك ويوتيوب وغيرة وغيرة